والله هو بالتأكيد في صعوبة مهمة وأنه بيقت حظوظ الهلال متعلقة في آياد الفرغة الأخرى اللي هي بولوزداد أمام صندانز ومكسبوا له مباراة مازنبي لكن احنا نرجع للقراءة الفنية اللي جاملناها عنوان الحلقة أنه مظهر الهلال الجيد ده بدينا برضو أنه في تطور في عملنا الفني بدأ يظهر على لاعبيننا يعني تطور كبير جدا جدا بدأ من اختيار المدرب ريكاردو لطريقة اللعبة اللي هو بيقى يلعبها الهلال وتعودين يلعبها في الفترة الأخيرة مبارتين أو الثلاثة مباراة الأخيرة أنه بيقى يلعب الأربعة أربعة أثنين الشي الجميل كمان وأكتر جمالا أنه اللاعب السوداني فعلا بدأ يظهر لنا أنه ممكن يستخدم في أكتر من خانة ده برضو حاجات إحنا كمتعبعين في السابق كلنا متعودين نقول مثلا الظهير الأيمن هو الظهير الأيمن ممكن صعوبة التحول لأنه يبقى الظهير أيسر أو أنه لكن حصلت تحولات يعني أنه سموالي يشغل خانة الظهير الأيسر ويتم تصعد فارس اللي هو الظهير الأيسر الأساسي لأنه يبقى لاعب وسط رابع في نص الملعب بقد أدتنا ذاته أنه اللاعب عنده مرونة اللاعب السوداني عنده مرونة أنه ممكن إذا فعلا لقى حصة تدريبية جيدة ولقى في تفاهم بينه وبينه الجهاز الفني ممكن ينتج عنه عمل كبير جدا جدا